اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستدخلوا عنده من طرف شينو لا تنسوا شيئا اخر ستجعلوا ايدي لكم لانه سوف يشوف بواحد من المتابعين او واحد من الناس سوف تجعلهم عن طريق الايدي فتجعلوا ايدي لكم ايدي لكم فبغيتكم كاملين اخوتي بالرجل ادخلوا عنده تفرحوا و عندما اطور لكم باستافا اخوتي سوف نشرح لكم اول خدعة الممكن ان انا نفعلها فنفعلوا في هذه العبات الجدد يعني كانوا في فرانكت هذا خاصة باللوت ما زال ما عارفهم يعني انت سوف تضعهم ألغام هنا ايو واحد سوف يرى البياسات او هذه الاضافة سوف يأتي جري عندهم سوف يعرفهم و سوف يلوتي سوف يلقى اللغم لكم و سوف تقتلوا ايه يعني اخذ عزوينة بساف فبالأحسن يعني اذا كل اللغم تضع فوقه ميتكات او شيء لكي لا يبقى بالأعداء اخذ عزوينة فقط سوف تجربوا انتم مع اصحابكم و سوف ترى الفرق هذا ضروري مهمة ترى اذا اريد ان اضافة جديدة هذه البياسات التي زادتها لا يعرفونها و لا يعرفونها و لا يعرفونها او ما سوف تنفعك و موقتها سوف تتخدمها انا اريكم مهمة تلك التوكن تجمعهم من الساحة و سوف تشري هذه البياسات و هذه الطيارة و اريكم كيف تتوظفوها و كيف تستعملوها الصالح يعني لا سوف يشتريها لما لا يعرف لماذا تصلح انا اريكم فشمك لك تتوظفها و كيف تستعملوها و كيف ترى الفرق في اي بلاسة و احسيت انه ينشي واحد احدك و لا يعرف مكانه بالطبع يعني كل ما عليك هو انك تفعل هذا العيبة و كيف ترى الخريطة يعني كيف ترى هذه الشكلة و كيف تستعملوها يعني الجواني بالأحدك يعني شايف انه يكون عدو وحداية و سوف توجه مباشرة المكان للتواجد العدو في حالة الى ما يمتلك العدو او تدير واحدة اخرى و سوف تتحدد المكان و سوف ترى هذه الدرونات و سوف تتحمل رأسك يعني كيف تستطيع العدو يعني ايزي مهما دخولنا راتي ما انا ما سوف نقتلو يعني عرفنا المكان دياله وبواسطة الدرون يعني خدعة زوينة او اضافة زوينة اللي سوف تفيدكم بسطاف و هذا بالتراري سوف تدريب يعني خدعة السعود هذا المنزل يعني تقريبا هذا المنزل هو نفس المنزل اللي كان قبل اللي كان فيه تلج و كنا نستعدو لي بواسطة تلج فقط للتسلية و لما راح راكم عارفين اخوتي اول حاجة سوف نستعدو في هذه الطريقة التلجة الأولى التلجة الثانية و انا سوف تدريبا بواسطة تلجة لا يمكنك الوهمية او الخادعة او ما حاجة في حركة و سوف نستعدو فوقها في حركة بشكل فوق الأولى التلجة الأولى و نحاولو نعودو للمحاولة لكن ماك شي صادقة تقدر العينية تدير صاحبك و تخرج بلادك و لكن احسن غالبا سوف تكون بحدك و سوف تخرج فوق المنزل و لكن جاءتني صاحبك بشكل ريكورد عندما كنت أريد ريكورد يقشني شي واحد ففي الفيديو ان شاء الله سوف تكون طريقة كيف تساعد للك المنزل الكبير يعني الأكبر منزل هنا سوف أريكم طريقة كيف يمكنكم تساعدوا له و مما أخوتي هذه السهلة كيف تستطيع فوق هذا المنزل بسهولة كيف تستطيع و اسميته هذه القنبلة الخادعة بتلك الطريقة و أنت فوق المنزل و الآن يا شباب ننتقل إلى خدعة خرافية هي خدعة الإحياء ولكن مع إضافة جديدة أو مع خدعة جديدة مهم كلكم عارفين التراري للإضافة التي يزيدوها في الكلاسيك يعني صاحبك لكي يموت يعني كي يقدر كتقدر أنت ترجع ولكن التراري اللي مازوين لنشفة الإضافة أو لا هي صراحة حاجة مزيانة أنه تقدر تنزل بدون أسلحة يعني اللي كنتي تنزل في السلاح فرأي شي حاجة اللي مزيانت فيها هو أنك تهبط ستلقى بنادم ملوتي سأقوم بتلك الدراري إذن الدراري الحلتنا هو أسأل لكم أحد الخدعة التي تقدرها يعني كل ما عليكم تهبط توجه الأقرب برج أقرب شيء عالي لك ستضع عليها في حلقة الجنب وشوف كيف ستهبط بسكل خرافي شوف الإعادة الدراري يعني رجل على الفيديو سترى يعني كتهبط بسرعة خيالية كتهبط الأرض بشتلوتي يعني بشكل خرافي خدعة جيدة وسأعونكم بالسافة الدراري وذا بغى نتاقلوا الخدعة الأخرى سنجيبوا الدراري اسميشو السيارة سنحاولوا نطلعوا هنا سهل سهل باش تطلع هنا يعني شخارجها من البلاثة هذه خدعة جيدة الدراري كانت حطيت لكم يعني البارع في الإنستغرام وإما أخوتي نسيت ما قلت لكم ديروا اللايكات فاللي ما زال ما دير لايك الدراري وما زال ما دير لايك أحبط دابا يدير لايك إن شاء الله سنوصلوا للفيديو إلى 10,000 لايك أو أكثر لا يعني ما تخسروا له وحتى لي ما زال ما أبوني الدراري اللي كنتي أول مرة كتشوف فيديوهات تيالي أول مرة كتشوف الخدعة فكنت من أخوية تأبونه مويم فشغا تزي هنا ستبقى تكليكي على جوج العيبة تشاهدوا يعني إذا كانت نطلعوا وهذه العيبة التي تنقص بها حتى تجي في هذا المكان بالضبط مويم فنحاولوه مرة مرة يعني حتى تشارج هذه العيبة ونعود العملية ونقوم كليكي عليه ونرى ما يوقع التراري وفين سنطلعوا هنا خدعة هاربة بساف ونرى يعني فين فين قدرش أنني نطلع يعني خدعة واعرة التراري وسهلة ستطلع فوق الخارطة هذه التدريب وتقدر تشوف اللاعبين اللي كي قصتروا هنا اللي داخل التدريب يعني خدعة بساف بساف وسهلة التراري يعني ليس هناك شيئا حاجة اللي صعيبة يعني سرعت الفيديو التراري برجو الله راعيت كن سرع في الفيديو وكن قطع من رغم ذلك يعني غايش طويل بالساف غايش محولي اوصافي ولكن في الموفيدة التراري يعني في فيديو غتتفرج فيه غايش تستفد غايش تخرج يعني غايش تخرج غايش تخرج يعني بالسافت الحوايج اللي غايش تعرفهم فإلا ما كتيش غتدير الخدعة أكيد من هنا نخرج من هنا انتم من قدروا تجربوا من أصحابكم وبنفس طريقة التراري سوف نجرب خدعة أخرى اللي حتيها هي وعراء التراري ونحن بشكل هذا المكان يعني كل ما عليك هو أن تأتي لهذا المكان بهذه الطريقة نحاول ان تبلاسي والموطة والتراري في حلقة ونقوم بتقديم العيبات اللي كليكين عليهم قبلها ونطيرها في حلقة وسوف ترى يعني فين سوف تأتي خدع عدوين بالساف يعني سوف تكون فوق الخريطة ونستطيع أن ترى صحابك من فوق ونستطيع أن تخرج ونستطيع أن تخرج حتى من الموطور لن تضيف يعني سوف تسقف مكيفان كيف كان هنا يعني خدع زمان ونستطيع التراري مع صحابكم يعني الأعداء سوف تجننهم بالروجولة وننتقل الخدعة الأخرى لصعود هذا البرج يعني أعلى برج كانت قريباً هنا في موطة تدريب سوف نحاول الصعود لها مهمة التراري هنا سوف نسرع قليلاً لأن البرج عالي بسطاف وخصك وحد الموطة سوف يخرج عليه سوف نسرعه قليلاً فسألت حتى الآن لم أكتبت يعني هناك شيء لا يوجد خلاق مهم سوف نساعده هنا فوق هذا الجوانب ونحاول نحاول قليلاً هنا ثاني 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 سوف نخرج ونظر بوسط فتح سكوب ونخرج 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 فتح صعبة صعبة ولكن نحاول ونساعده ثاني ونخرج مهمة ونخرج ونخرج لأن لم أتراج الفيديو لم أكن لم أحضر لكم شيء لم أقل لم أحضر شيء فقط سوف نخرج لكم لكي ترى كل شيء في عينكم وتقدروا الخدعة حتى أنت وماية وماية نحن نراجع إلى البلاسة التي كنا فيها ونضع الزوم فوق اللعبة ونخرج هنا وصفة أيها أحسن سكرين تقدر هنا تقدر أصحابك ليس شيء ليس شيء صعيب يعني تقدر أصحابك تقدر خدعة الأخرى التي هي خدعة الأعبة الجديدة مهم لكي تأتي منها تتلوحك يعني ترجعك ستجدها ونراجعك أكيد ستجرب ونراجعك الخدعة الأخرى يعني تترجعك ولكن هذه تجرعك يعني تطلعك هناك خرافية وتقدر تطلع خرافية عندما ستجربها نحاول ونراجعها الرجل التراري يعني فرح نليل كامل وانا كن نقرر البلاء على الخدع فكنت من التراري سابور تلكم من البارتاج واللايكات تلكم لمازال ما دير لايك التراري ادير لايك وخل فيديو طويل بثاف ولكن فيه يعني فيما يتشاف اخوتي يعني فيديو في شي حاجة نادي فيديو مخدوم وخدع كاملين يعني ناضين مهم التراري كما تشوفوا التراري انا طلعت فوقت انت كنقق بالتراري بثاف غي سنحولي اوصافي سنحاول ان نخرج فوق العجلة في هذا الشكل هذا زيد مهم وصلنا هنا نقص فوقه لا تطعي حاجة وانت فوق العجلين بشكل خرافي خدع احتياز وين تقدر تطيرها مع اصحابك وذا سنحن نقول الاخر خدع اللي هو اعرفتنا بثاف خدع خرافية شي حاجة هربانة سنحن نقص فوقها في انستغرام ولكن سنشرح عليكم مشي مشكل اول حاجة سنأخذ تلجي في ايدك في حلقايا تلجي يعني فد كين فد البلايسة ستشدك التلجات وطفل كونيكسيون و ستخرج من المود مهم ان ارى مخبي تلك العيبة تحت القبضة لكي تخرج من المود يعني تطير الغاء تخرج من هذا المود و ترجع مهم ان تكون شاد تلجي في ايدك في حلقايا عاد تطلق الكونيكسيون عاد تطلق الكونيكسيون و سترى ماذا سيوقعها يعني خدعة كثيرة هذه الخدعة لا تريد ان تفل هذه الخدعة ستعاونك كثيرة اذا كنت تقصر مزيان اذا ستريني على التلج ستعاونك مزيان هذه الخدعة لانها خرافية مهم ان ترى كيف مستوى اه يا رجعت الكونيكسيون انا رجعت هنا وعندي التلج تلج التلج تريني لا يسهل ايه لا يسهل يعني ان تقدر ان تضع في التلج لا تسهل التلج اذا سترينوا ما نقعد بدون 25 تلج و سترينوا ما يقع يعني تم الوقت ينظر ركزوا مع الترارية مزيان و ستسهل الوقت لان يستهل الوقت و ستعاونك 25 تلج ثانيا لا يسهل النار كامل ان ترينوا صاحبك هنا تلعب وان فيس وانت وصاحبك هنا يعني هذا التريني انت وياه صافي تقدر التريني بدك البوتش وبالسافة دي الحواج يعني خد عواعر اخوتي هنا ستعاونكم بالساف بالنسبة للتريني يبغي تريني وفد الموضة هذا و تريني ومعاد البوتش تقريبا رفحل شكل بنادم يعني رفحل نفس الاشياء اللي ستطيره مع واحد اخر ستطيره هنا و ستريني على خاطرك مهم اخوتي حتى هنا وصلني هادي الفيديو مبين بالنسبة للخدع دي الاطفاء الكونيكسيون و اخر خدع يمكن غنضيره في القناة اللي انا غير نحاول الدريني لدخول الشاركة و هذه الجليتشاش نضيرهم لذلك الدراري ما نقوم نضعهم في انستغرام يعني في حالة الخدع اللي يكون فيهم اطفاء الانترنيج غير نضعهم لكم في الانستغرام لذلك اخوتي الانستغرام ديالي غا تلقوا في الديسكريبشن فمارحبا بكم عندي كاملين كاملين اخوتي بغيت نشوفكم عندي في الانستغرام ثم سوف ترى خدع هارفين هارفين التراريب وكيد مازال جيل جديد بالنسبة للخدع التحديش مازال جيل جديد مازال ستكون أشياء خرافية إذا نرى التراريب لما نطول لكم بستاف فنقول لكم شلو فروسكم ومنطلقها في الفيديو